يواصل مهرجان العالمين الجديدة تقديم العديد من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية ضمن دورته الثانية التي من المقرر أن تستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل المزيد عن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العالمين رصدها لنا مراسلنا محمد رياض مساء الخير عليكم خالص تحياتي الحقيقة أن مهرجان العالمين لا تزال أنشطة المهرجان مستمرة في يوم السادس عشر كافة الأنشطة مستمرة خاصة أن الألعاب الشاطئية موجودة أيضا وسط إقبال وكثيف من الجمهور على هذه الألعاب وهذه الفعاليات أبرز هذه الفعاليات التي سوف تتم اليوم هي الحفل الخاص بالميجا ستار النجم تامر حسني والذي سوف يكون مساء هذا اليوم وتم الانتهاء من كافة الاستعدادات لهذا الحفل واستقبال الجمهور الذي من المتوقع أن يكون عدد كبير جدا سوف يحضر هذا الحفل خاصة أن النجم تامر حسني شارك أيضا في النسخة الأولى من المهرجان وحضر له عدد كبير جدا من الجمهور الجمهور متوقع ومنتظر يشوف إيه المفاجآت اللي النجم تامر حسني بيقدمها في النسخة الثانية خاصة أنه من المعروف أن النجم تامر حسني لمفاجآت بيقدمها في حفلاته مرة يدخل الستيج بالطيارة مرة بيجمل عن طريق البحر الجمهور منتظر مفاجآت تامر حسني النهاردة هيقدم إيه من هذه المفاجآت أيضا كافة الأنشطة مستمرة في بطولة لكرة طائرة بتتم بعد الظاهرة بعدها بتتم بطولات كرة السلة أيضا فيه كافة الفعاليات من البرامواتور من فعاليات الريدبول كافة الأنشطة وإيضا الكرة الطائرة وكرة القدم وكافة الفعاليات مستمرة في هذا اليوم بالإضافة إلى أيضا رصدنا إقبال كبير جدا من الجمهور خاصة بعد بدء تشغيل الخدمة الخاصة التي تتم بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة النقل بتخصيص أوتوبيسات ذكية وبالأمس كان قد تم بدء تشغيل هذه الخدمة داخليا تشغيل هذه الأوتوبيسات لنقل رواد المهرجان إلى كافة الأنشطة داخل مهرجان العالمين خط سير هذه الأوتوبيسات بيتم بشكل دائري حتى يتسنى لكل الجمهور الوصول إلى كافة الأنشطة داخل مهرجان العالمين وبالتالي التي سير للجمهور ورصدنا رضا كبير جدا عن هذه الخدمات المقدمة للجمهور وتساعد بشكل كبير جدا لحضور كافة الفعاليات في المهرجان بالإضافة أيضا إلى حضور عدد كبير من طلاب الجامعات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي لحضور أنشطة وفعاليات المهرجان قبال كبير جدا على المهرجان وهنشوف النهاردة إيه اللي هيتم إن شاء الله في نهاية اليوم مع حفل الميجاستار تامر حسني عبدالك مرة أخرى